وراء الجدران يلف الصمت سكان الحديدة يتوارى الفقراء في أزقة المدينة المالحة يعيشون الحياة بالتقصيد وبأقل من دولار واحد للأسرة في اليوم كل يوم يغادر سامي منزله لشراء احتياجات أساسية لإطعام أولاده لكن المتاح قليل من الطعام لكثير من الأفواه الجائعة التي تشتري طعامها على النحو الذي تحكيه الصورة عشرون ريالا لكل صنف معاناة زادت من حدتها ميليشيا الخراب التي توزع الموت بكرم باذخ فيما الحياة ليست ضمن اهتماماتها فقد ألقت بأسر كاملة في دائرة من الحاجة والضياع الذي لن انتهاء له على المائدة تتحلق الأجساد المنهكة تتسابق على بضع لقيمات لا تشبع منجوع لكنها تؤخر الموت قليلا تراجعت قدرة المواطنين على الشراء في المدينة التي تسكن البحر في مفارقة تعكس سوءا في إدارة الموارد في مدينة أغرقتها السياسات الفاشلة في الفقر وجاءت الميليشيا توزع الموت مجانا لكل الأحياء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر